ايه الدور اللي شايفه ليه على مقاسك يعني صلاح بدأ بسويسرا وبعدين راح انجلترا وبعدين رجع على اقتاليا وبعدين راح انجلترا الدور اللي شايف انت ممكن تنجح فيه والله هو سهل صاحب الصراحة ليه؟ ما انت مش هتعرف برضو تقايم نفسك ممكن تقول حاجة لا يعني مثلا تبدأ فيه ناس مثلا تقولك ابدأ ببلجيكا ابدأ بسويسرا ابدأ بدور صغيرة انا شايف ان دلوقتي مصر كلها على تركيا على تركيا كله بيت لهم تركيا زيت ريزيجية وبعد كده بتبقى نقلة بعدها اه فممكن تبدأ محطة من الدور ممكن اه هل جالك اي عروض خارجية ولا احوار ولا كلام ولا اواتش اولا جالي وانا في الماولين وانت في الماولين انت صغير جالي كذا عرض بس اه كنتش عايزين يطلعوني غير لما جدد عادي لان انا كنت ابقى فريق اه ده وانت صغير في الماولين اه 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 انا صغير اه عندك كم سنة كناريا انا بقى لي 11 سنة في الماولين يعني وانا عندي 7 سنين كده قدت 11 سنة 11 سنة اه والله النادي ده بيت انا بحب النادي ده جدا بحب الماولين جدا هو هو نادي بيتوتي قمع ان باشماندي اسم محمد عادل تلع في برنامج قال كلام زعالني الصراحة ليه ده جميل قال ان الوكيل كان بيديني فلوس عشان خاطر سيبين النادي وامشي ده ما حصلش انا كنت ابقى عادة بقى فريق وجاي لعروض والنادي كان عايز يديني في السنة 80 ألف وجاي لي برا 20 ضعف اللي هاخده قال له باشماندي تبيني حتى نص ربع اللي جاي لي برا قال لي لا فالوكيل جاب لي عروض وروحت اسموح اشتراني وكمان دفع لنادي 5 مليون لنادي الماولين اه وبرده زعلان مني ليه مش عالف واضح انت بتحبه انا بحبه وعشان كده زعلان اه دي رسالة عشم يعني ورسالة اعتاب يعني واعتاب لا اعتاب الا بين الاحباب